سواح الخير على حضراتكم وأهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامج هانا والشيف النهاردة البرنامج الحلقة مختلفة شوية طبعاً ده برنامج الشيف هويدة آدم وأنا كنت عايزة حلقة هندي عايزة أكل هندي فسألتها قلت لها يا شيف إيه أخبار الأكل الهندي معاك إيه قلت لي هانا أنا عايزة أقول الحقيقة اللي معلمني الأكل الهندي هو ابني أحمد النهاردة جبنا الدكتور أحمد سميح معانا في الستوديو أهلاً بيك أخبار حضرتك إيه يا دكتور صباح الخير عليك يا شيف أخبار حضرتك إيه كان لازم بقى أحقاكها للحق كده ونجي كل واحد حقه نقول إن أحمد ابن حضرتك هو اللي معلمك الأكل الهندي هو اللي معلمني الأكل الهندي فعلاً لأنه بصراحة في الهندي ما حصلش مين اللي بدأ الأول؟ هو 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 كانت يعني كان عندي مدرسة هي كانت هندية يعني كاتشب مربياني وأعلمتني الأول الأسياب بتاعة الأكل الهندي فمن ساعة ما يحبه وحب اللي هو فيه توابل يعني حاجة غيرها للمعتاد شوية السبايسي والهندي فيه وكمان اللي هو ليرز طبقات يعني المعلمة هي اللي بدأت أو المدرسة بتاعتك هي اللي كانت هندية فأنت حبيت الأكل الهندي؟ مزبوط لا لا أنا كنت متربي في الخليج أصلاً فهو ده طبيعي الأكل بتاعهم يعني متربي في الخليج النهاردة ملبسنا عبيات هندي الجميلة ياسمين سميح إحنا بنشكرها برضو يعني الستايلس بتاع البرنامج الصراحة مزبطانة جداً دكتور أحمد إيه؟ دكتور وبيحب الأكل إيه؟ هو يعني هي أنا أنا صراحة يعني محسك شوية في الأكل ايه؟ بحب حاجات زيادة حاجات أقل ومش كل واحد بيحب بالهم يعني بتدايق مامي ولا إيه؟ يعني نوعا ما اهو دي حقيقة يعني ده مالك وده كده لا 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 يعني أعرف الأكل منه واه جداً لا 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 إحنا رفضين ده خالف منك الصيام بقى يا دكتور أحمد فمش عايزين نتقل على ماما خالص لا ما بخليناك كسف إنه أنا أعمل أكل بقى بكسف منه اللي هو بيعمل حاجات جميلة جداً النهاردة حضرتك لا إحنا صممنا إحنا نجيبه بقى نجيبه يا دكتور رحمد معانا مزبوط 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 طب مين هيبدأ الشيف ولا الدكتور؟ لا طبعا الدكتور يلا إحنا عايز عارف حاجة إحنا هنعمل إيه النهاردة بقى إيه؟ النهاردة هنعمل بوتر تشيكن أو فراخ بالزبدة ودي دايماً بتتقدم مع حاجتين يعيش اسمه عشنان هو عيش مخبوس كده بالزبدة والتوم بس فهو الأكل الهندي أنا هعمل بوتر تشيكن وتتقدم مع رز برياني برياني هندي الكومنت في الطبقين دول هو حاجة اسمها جرم مصالة ده إيه ده؟ ده نوع توابل توابل في منه صحيح؟ هو الهندي مشهورة الدكتور بالتوابل صحيح يا شيفه؟ أيها طبعا غير مهارات الكافسة اللي حالك تتكلمينها فيها مالفتت والمقلوبة لهم توابل غير والكاري والكوركم والحاجات دي أساسهم جرم مصالة أساس التوابل الهندي جرم مصالة ده نوع توابل جرم مصالة ده مخصوص الأكل الهندي مظبوط والترجمة بتاعتها اللي هي التوابل الألي أو توابل التحميس ده متوفر هنا يا دكتور يعني متوفر يعني فترة دي لقيته في كذا السوبر ماركت الأول ما كانش حد يارف وعدين فيه نوف كثير جدا هنا في مصر ترى الأكل الهندي والأكل الصيني أيوة ناس بتحبه أصلا موظم الناس في الخليج وبتاكل الأكل ده فبتنزل حبافة طبعا لازم يرضوا جميع احنا نرى منفردين يا شيف احنا خايفين نجلنا أي انتقادات لأن احنا يعني في رمضان فعمل لهم أكل هندي فإيه هيفتح نفسوها مكان ايه شيف يعني الناس هتكامل معنا هتتبعنا بقى الحلقات لسه فاضل حلقات يعني 30 يوم لو القلق متوابل ففيه سلطة زبادي بتتقدم معها البرياني اه بتبقى أهدى سوية بالحدي وانا مش هحطة ايه تشيلي باودر النهاردة هخليها ميلد عشان الناس كلها تحباها وعشان يبقى خفيف كده على الناس وعلى فكرة الأكل الهندي بيخسس على فكرة لأن طبعا أيوة البهارات الخاصة يعني للشيفة عملانا من أول البرنامج اه ده بيتخسس بقى والمحشي والحاجات دي هات اه اه 60% أصلا من الهند بيأكل خضروات بس يعني وخضروات حرائة بيحبوا الحاجات الحارة جدا وعامة الشطة أصلا بتساعد في سرعة الحارة سرعة الحارة هنبدأ يلا بشيفة هعمل حاجة الأول اتصدق البوتر تشيكن لازم اعمل حاجة الأول اسمها تشيكن تيكا ودي فراخ انا هبتزم حضرتك قبل ما تعمل أي حاجة يشيف بيقول لنا بقى حضرتك يقول لنا المأدير المأدير البوتر تشيكن انا دلوقتي بستخدني نص كيلو فراخ قطع مكعبات ومعاك وباية زبادي والمأدير دي يعني على حسب انت بتحب ايه اه بالزبط عندنا هنا زبادي في هنا جرم مصالة لتكلمنا عليها هي دي هي ريحة مميزة شوية لان فيها ينسون فيها ينسون ايو ايو من اعرفتها نبتي يا أصلا طولوا انه ريحة دي دروا هندي يعني هو بيجي بالليل بقى يقعد بمزاج كده يامن الاكل طبعا ريحة عنيه يعني يخدون يعيش عندكم ببنوني انا بقول جلدنا زي قمدينة صبح اكل مصري وبالليل اكل هندي طب الوالد بقى في الموضوع معليش يا شيف الوالد بقى دوره ايه؟ لا يعني هو بصراحة يعني لا بيتزوق بس اه لا لا بيتشجع هو بيتشجع مين ولا مين ولا مين في مواهب تانية في مواهب تانية في الاسرة في مواهب تانية طبخ في الاسرة لا هو ما اخده بقى لما بيشوفوه بدئين يعني بس بيحبوا يقال دوره بس احمد بقى بصراحة ما شاء الله علينا كل التوفيق من ربنا يا احمد بقى مفاجئة بقى هي دي بقى الجرم مصالة بس صحيحة ايه ده بجاب ايه هي التوابل الناشفة دي ورق لورة حبهان ايه ده بجاب واللومي بقى موجودة في اي بيت بس صوقة بالزبط وده لامون ناشف اللي بيسموه لامون اليابس او لومي لومي اه لومي في الخليج بيسموه لومي خلينا في الحاجات المعروفة تمام وعندنا كسبرة وزبدة لاينا اسمها بطر تشيكن لازم بافيها زبدة ومعجون توم وجنزبيل ده اساس اي اكيد على بعض؟ اه الاثنين مضروبين في الخلاط مع بعض اصلا بكتشف المطبخ الهندي انا مقطعه يعني زي شرايح شوية عشان هو مفوض لضرف الخلاط اه لضرف الخلاط تمام يلا نبت فهبتدي عندي هنا كوباية زبادي تمام هستغل المساعدة بتاعتك بقى اشي جرم مصالة يعني اطابل على حسب اللي قدي ايه طيب؟ نص معلقة مثلا؟ نص معلقة صغلنا يعني قال لحاجة معلقة اللي عايز زود براحته انا نفس الحبه زود جدا وهنا عندي كسبرة نشفة كيدي موجودة في اي بيت تمام مختلفة من مامي برضو برضو الكسبرة برضو من اساس الاكل الهندي طبعا مشهورة جدا في الاكل الهندي شايف بقى بعد ما هو يخلص لنا ده احنا عايزين تدخلين الهندي ده تحاجة احنا مش ينفع نطلع المشاهدين النهاردة بالاكل الهندي ده بس نازم تقولين نبتكاسة بقى يقططش المصري بتاعنا نخطه على الاكل الهندي يعني انا في حاجات انا لغيها اصلا عشان يتماشى مع الزوء المصري شوية لاني في ناس مش هتحب الموضوع احنا حطينا الزبادي زبادي جرم مسالة وحطينا كسبرة بودر وملح اكيد ومعنا هنا بمرطنا زيت شوية زيت عشان الفراغ دى بتدخل الفرن تمام فتخليها كريسبي شوية اوكي دلوقتي هتدي اقلب عطينا الزبادي على ايه اسمه ايه السوري معلش جرم مسالة او نسميها طوب الهندي تمام هي موجودة في أي العطارين أصلاً بعندو وطبعاً تومو جنزبيل شفت بقى الأم المصرية أو الستة المصرية هي وقفت تعمل حاجة تاني أيها أمي حالفة هي زيت من اللي أنا بعملت هقلت بقى تسيب لك البتنامج النهاردة والبتنامج بتاعها فهي قالت تسيب لك لا أمي حالفة هو هيحتاج إيه فأنا بحضر له وأنا جاهز هو هيحتاج إيه أنا عملت دلوقتي خلطة التكة وممكن نحط فلفل أحمر باودر بس أنا مش هحطه عشان صيامه كده ما بقاش حمي قوي مع البهراء ودلوقتي هنزل الفراخ من اللي متقطعها مكعبات بالزبط ودايماً أنا بحب في الأكل الهندي إن أنا أعمل مساج للأكل بيدي نعم هو ده لازم شف بأيديها بتعمل لنا كل حاجة هو ما تفرجش على الحلقاته ولا إيش لا بيفرج بس هو برطوك أكل الهندي رجالة بقى تماماً أعملنا مساج للأكل الفراخ مساج للأكل الفراخ تماماً أتصالي قطف الفرن أوه نبتدي من خلال الفرن ما بندهنش زيت أو حاجة هي أورادي كازي ما هي تكتر أحمد وأنا قصد إن أنا محطش زيت عشان تتحرق شوية تماماً بتدي لون كده في الكاري بدل ما تبقى شكلها مسلوقة أنا عارفة إن الأكل الهندي بأكله كاري ده اللي أنا فهماي ما أنا ما شفتش أي كاري في الحلقة هو لا ما هو ما هو ده نوع من أنواع الكاري الجرم مصالة أوكي يعني فيه نوعاً ما بس ناقص الكركم تمام؟ دي تمام هل دخلها الفرن هدخلها بالزالك يا سلام يا سلام بصفة الشيف ولا بصفة مامي دلوقتي هعمل أساس أوه كده خلصت دي لا 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 ده ده هو الطبق ده تتابعين عملنا تاني إيه؟ تمام إحنا عملنا تطبيلة اللي هي كباية زبادي مع علاقة كبيرة توم وجنزبيل مفرومين كويس في الخلاط أوكي مع درم مصالة اللي احنا تكلمنا عليها أيها اللي خذ الحلقة كلها ده بالزبط ملح زيت تمام وديه اللي تشيكن تيكا وحط نقل في الفرن عشان تستوي كويس ولازم تبقى محروقة شوية تمام فدلوقتي هنعمل الأساس بقى الصوس الزبدة ازاي تمام يلا هنبتدي ده عن نار وانت مسخن اه أنا مسخن لازم تبقى الحلقة اه بالزبط أوكي هنحط زيت ومعينا الصوس بقى عبارة عن بصلة تمام لكل بصلة ثلاث تماطم متقطعين لكل بصلة لكل بصلة احنا نحط كم بصلة دلوقتي احنا دلوقتي نحط بصلة بس أنا معي أكتر من كده بس أنا تمام انت عارف مقاديرة اه بالزبط عشان ما رحة البطر وهو بقى يتوح بس لازم تعودي تذكوري راجل لما بدخل مطبخ لازم تولي ايه على رحة يعني بقى عمل لها فول اللي حاجة بقى جميلة وصعم جميل بس بقى المطبخ بيبقى جميل جدا بعد ما يفرق بقى على البصل يتقلوا مع بعض لانه بيدوا طعم حلو جدا يتشوحوا معنا الزب بيبقى فيه النكهة بتاعة التوابل الصحيحة دي تمام تمام هو قردي يعني ميزة ان انا بقى مسخن الحلة ان هو ما بتاخدش وقت تتشوح يا شيف ولا ايه اه اه تتشوح ايوة بتتشوح بتتشوح بس البصل طبعا الستار بتاع كل طبقة هين دي تماطم و جنزبيل لا الجنزبيل وطوم اه طوم سوري التوم والجنزبيل مفرومين مع بعض ايوة ده من الاساسيات المطبخ الهين مضبوط هو لحد دلوقتي مش هيندي يبقى هيندي دلوقتي ايه بقى عندنا جرم مسالة تاني هو ده بيستخدموه تقريبا يعني احنا نحط جرم مسالة حب وبيعهم مطار زي جماعة الفلفل اسود صحي شايف ولا ايه ايوة زي الفلفل اسود حب لازم نخط في اللحمة والفراخ الاتنين ايوة ده دي نصيح تشوفه وايدة ايوة طبع السجنتشر باقاح and touch بتاعدش ده ايوة حلبة مطحونة حلبة هي اللي تدى الطعم كله قلب لينا راحة المطبخ يا شيف يا راحة طبعا البهارات الهلية فضيعة وطبعا ما يبقاش اسمه بوتر تشيكن غير زبدة يا سلامة زبدة في الآخر نازم يحط زبدة شفتي الطريقة بعد كي نجيب كل الحلقات الأكل الهندي كله بيعتمد إن احنا نعمل طبقات فوق بعض طبق هو ممكن نعمل برنامج هندي ولا ايه ولا هي كفاية حلقة لا 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 ما شاء الله عنه كل يوم عاجة هندي لا ياسب إحنا بكرة عايزين نرجع بقى نعمل ايه بكرة نعمل أكل المصري بقى نعمل فت الزبادي بقى هلا معاكم أمو بقى تمام للوقت البصل الدبل هو والتوم والجنزبيل والتوابل والبهارات والبصل تشرب نوعا ماية التوابل نحط الطماطم نشمين ريحة الفضيعة طماطم قلنا قد إيه ثلاث حبات طماطم لكل بصلة احنا حطينا بصلة يعني ثلاث حبات طماطم طواري لكل بصلة لكل بصل واحد بصل ثلاث حبات طماطم بستغل المساعدة ايدي بقى اه 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 ما شاء الله شايفين يا جماعة شايفين الام المفرية حتى وبرنامجها شغال عادي بقى ايوه طبعا امي يا دكتور احمد هنأكل في الصيام اه ما فكر افتر صراحة بعد دي خديق شيفين النظام يا شيفين الناس مش هتبعنا كده بعد الاكل هندي في الصيام ده تمام دلوقتي حطناهم وهنخليهم تبخوا سوا لمدة خمس دقائق بحس ان تكون الطماطم طرية ان انا ممكن اهرسها بال اوكي بالسباتشيك هو نعمنا مع التغيير ايوه بس ممكن السبتات البسيطة تعمل لان احنا برنامجنا زي ما انت عارف هو الاقرب للناس البسيطة الشيف هو ايدا بطريقتها البسيطة بتعلمنا كل حاجة واحدة واحدة فممكن الاكل هندي سهل ان احنا نجرب نعمله يعني سهل على الناس زي ما قلنا سنقولها مطبخ يا شيف ايوه لا اهوه الشابات الصغيرين ممكن يتعمل انما الناس الكبار بقى طبعا مش حيبقوا مش حيبقوا حبينه مش حيبقوا حبينه ايوه لكن انا شايف الناس بتحب تجدد يا دبتر دي ايوه طبعا وبيدخلوا وبيعملوا سيرش على كل حاجة جديدة على كل حاجة دي بيعملوا عليها سيرش بيك اه بس اقصد اقول ان هو سهلي يا شيف سهلي اه سهلي جدا يعني اللي سعمل دا يا ميه عبارة عن حاجات متأطعة هو موجود في اي بيت غير التوابل والتوابل انا يعني انا لما كان الدنيا بيبقى فيه ازمة لما كنتش بلاقي التوابل انا كنت بطحنة في البيت يعني احنا احنا قلنا جرب مصالة هيك صحيحة وبحمصها وبعد اضربها طبعا احنا معينا تليفون الو 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 ايوه افضل اه كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم اه شكرا جدا على البلنامج الجميل ده واحدة اكثر انا بس كنت عايز من الشيف اه طريقة عمل الديك الروم طريقة عمل ايه؟ الديك الرومي الديك الرومي احنا منفروس بنكله اول يوم واول اسبوع بيكمل معانا برضو يعني قولت كوش حضرتك ايه في رمضان والله طبعا اول يوم بيبقى مع العيلة وكده يعني انت اول يوم قضيته خلاص مع العيلة فعلا يعني؟ اه بنقضيو اليوم مع العيلة ويعني وبعد كده بنعزمات اه اخواتنا حظنا. رمضان اختلف معك. رمضان زمان عند الوقت اختلف ايه? المي وديتي المية ثانية يا هانا. رمضان زمان كان ايه كان مفيش طبعا السوشيال ميديا اه يعني اعتبر انا بقول انها بعدت الناس شوية عن زمان كان زمان الناس بتتقرب من بعضها اكتر لكن السوشيال ميديا بعدت الناس جامد جدا بالنسبة ممكن تكسب ايه? انها تسلم على بعض من بعيد. وتعيد على بعض من بعيد لكن في ناس لسه مستفزة بالتقاليد دلوقتي انها بتتلم وترجع تاني وتعود على المايدة واحدة. بس رمضان برضو ليه فرحة رمضان ليه فرحة وبهجة. رغم الحلل والزروف اللي احنا فيها وبتموري بيها البلاد بس برضو رمضان جي هدى الامور شوية وخلى الواحد يحس بفرحة وبهجة غير طبعية يعني. اه فعلا رمضان وجود رمضان فعلا نقرب الناس والازمة اللي كانت عدد دي يعني الحمد لله رب العالمي يعني ان شاء الله هتعدي وبلدنا هتبقى اه من الحمد لله رب العالمي يعني قرب نتنى وبعد اختار وخلى نستخاف على بعض وكل يبقى آآ قلبه على القلب التاني وده شيء جميل جدا يعني. ده حايفة. رمضان فعلا يجمعنا كلنا. ده حايفة. هتجرب الاكل الهندي? نعم. هتجرب الاكل الهندي? آآ نجرب الطريقة الهندي بصراحة جميلة طريقة. اكلات كتير جدا. جديدة. وشفايسي بتفتح. جميلة جدا. دكتور احمد بيقولك سدعني مش هتندم. نعم. دكتور احمد بيقولك سدعني مش هتندم. لا اكيد هنجرب احنا هنشوف الوطفات اللي الشيف بتعملها وانتابع الشيف دايما انا عطول شهر رمضان. بحيث ان احنا آآ يعني نشوف الحاجات الكويسة اللي بتقدمها الشيف. ربنا يا خليل. شكرا جدا. شكرا جدا. مرسي جدا لحضرت. كل سنة وانتو طيبين. انتو طيبة يا شيف. ايه بقى هنعمل. تمام. دلوقتي. واتفين على المية? آآ. عايزين مية يا جماعة من فضلكم? على ما تيجي المية. تمام. تمام. في عندنا كريمة الطبخ. اوكي. تمام? نحطهاها عليها. نحطها على الطماطم على البصل على كل ده. هم. اكده ايه كريمة انا شايف ان هو بيحط بقى ايه. ربا. انا متأكد. انا اقصد ايه دكتور. انا اقصد. اوه اقصد. شايف تبدا تقولينا كوباية رز ونص كوباية. انا شايف ان ايه يعني رجالة سريعة. اه وبعدين هو عارف المقديل بالزبط. فعشان كده متعود علينا يعني. هو عميزة الاكل الهندي ان هو على حسب الزوط. يعني مفيش حاجة غلط في الاكل الهندي. لا لا لا. يعني لو انا اتزودت شوية معلقة عادي. لا لا يا بوسي الهندي بيحب السبايسي. اه. وبيحب البهارات. فطبعا مهما بتزود بيبقى طعمه حلو. ما بيأسرش يعني. حلوة. تمام. دلوقتي عندي الميكس ده خلص. تمام. وهنضربه في الخلاط. بجد. تمام. اوكاي. آآ بس عشان وقت البغنار. احنا معاها حاجة جاهزة. احنا معاها حاجة جاهزة. والشيكين تيكة خلاص خلصت. فدلوقتي ده الشكل النهائي بتاعه. هم. هما تجابه لحضرتك الميا? اه طمام. اه خدها منهم عادي. ده الشكل النهائي. انا احب قشان مقاوية قبلا ما اعمل اي حاجة. لأ سبايسي وبهارات. كله بهارات الأكل الهندي كله بهارات لا تسلم ايدك بيتقدم في بولا كده ولا ايه هو بيتقدم في بولا هو صوف بقى وبعبارة عن صوف ممكن معلقة بس نشوف القام بتاعها لو مفيش طيب احنا ممكن نبدأ بالصنف التاني عشان وقت البرنامج هنبدأ نعمل ايه تاني وعايزين برضو حالك بتبتدي معانا الصنف التاني الرز البرياني الشيف هوايدة الجميلة تكون بتعملنا الكاب كيك كاب الكنافة كاب كيك كنافة ايوه ممكن نخلديه على جام شوي وحضرتك تبدأ تعملنا الرز عشان وقت البرنامج هلأ جبت الحلة برضو هو نوعا ما الرز البرياني فيه شوية من الخلطة دي بس على حسب بقى نهاية عاملة ازاي هو ده الاكل الهندي تمام البطر تشيكن هما بيأكلوه بارعا هما بيبقى موجود كده مع علاقة كل واحد قدامه طبق وبياخد شوية وبيأكلها مع رز او عيش ان انا لنا اتكلمت عليه ده تمام احنا دراسي هنعمل ايه دلوقتي هنعمل رز البرياني قولينا بقى نصولي تمام رز البرياني بارعا بصلتين كبار واتلت طماطماط ومعجون توم جنزبيل تانى زبادي احنا المقدير هتنزل على الشاشة يا جماعي اه مص كباية زبادي وطبعا معنا التوابل ومعها دلوقتي توابل برياني الله دي موجودة في اي حتة ولو مش موجودة انا ممكن اقول يعني بتحط ايه على ايه اه خلطة في البير هنبدأ يلا رز البرياني بشرة لان ما فيش وقت اه زيت هلتشف طلعي الكنافة بقى اوكي حوالي ربع كبات زيت احنا النهاردة هنعمل ايه يا شف هنعمل كوب كيك كنافة طبعا الكنافة برضو نفس اللي انا قلت عليه هو هو بش دي كنافة بقى مختلفة شوية دي كنافة لانها اصفر شوية لو ملاحظين احنا ممكن نفتفتها لغاية والغاية منرجع للدكتور اخر دي بقى دي كنافة اللي بنعمل بها كنافة نابلسية طبعا انا حبيت اغير اللي بتجبنا نابلسية لايه بتجبنا اللي بتجبنا ايوة بس انا حبيت بقى اجيب ايه اجيبها واعملها بطريقة نحنا بنعمل بيها طبكة كنافة احنا بنعمل ايه دكتور هن دلوقتي انا بقى لي البصل حمصه ومعايا كياني التوابل الصحيحة تمام لين دة هيبقى الصوص اللي هيدي ناっكة للرز تمام هنحط التوابل على طول على بعض ولا الا دلوقتي هنحط الصحيحة لحد دلوقتي على ما البصل يبقى مكرمل شوية تمام احنا نشوف هو ايدا بنعمل ايه دلوقتي احنا هنعمل كبكة كنافة انا هحشيها بالزبيب وجوز الهند طبعا الحشو الخياري ممكن فيه حد عنده مكسرات يعملها حد عنده كسر يعملها كل الحشوات بتمشي معاك بس انا طبعا احب بعملها تغيير فهعملها بالزبيب وجوز الهند طبعا الزبيب وجوز الهند متوفر وكل الناس بتعملها هنبدأ ناخد كتعة من الكنافة الكنافة دي طبعا زي ما قلنا نص كيلو كنافة عليه نص كباية سمنة وبنحطها عليه وبنشربها احنا ممكن نحطها بس في الاوالب لغاية ما نشوف الشيف احمد عمل ايه طمعا دلوقتي معانا ينفع نستخدم سمنة بس مش البلدي او زبدة فانا حوالي موص المعرقة صغيرة تماما وحكمل احط معجوين التوم والجنزرين اللي هو اساس اي اكل هندي اي اكل هندي خلاص انا حبسك والشيف هويدة عمالة بتخطع الكنافة وبترصها في القالب انا مبسوطة جدا مبسوطة جدا بيكو انا وابني نعمل برنامج انا وابني انا وابني كتير بط بسط جدا لما يكون تعبانة هو بيقوم بصراحة يعمل الاخر بدالة يقول خليكي ويعمل الاخر بدالة بس بيعمل هندي برضو علمتين برضو احنا نحط ايه دلوقتي دلوقتي هنحط طواب البرياني ايه طواب البرياني معلش عبارة عن كمون مطحون ارفة وقرومف المطحون وكركم ده لو مش موجود ومعلاقة جرم مصارا نحنكلمنا عليه تمام هنقلبهم كويس دي حتى تطلع لا الستوديو مقلوب واحنا صايمين حرامة عليك يعني دلوقتي دور الطماطم بس يعني المطبخ مميز قوي بالبهارات يا شيك هويدا ايوه مطبخ الهندي كله بهارات البهارات قوي دي مش عندنا يعني فستل عائلة البهارات دي قوي بس دلوقتي خلي بالك كل الولاد دلوقتي بيحبوك كله بيدور عليه يعني هو التكاويز الهندي حتى تشارك في مصر يومين دول اه دلوقتي احنا نشيك بتعمل ايه انا دلوقتي حطيت الزبيب تحت عملتها زي قاعدة كده وبعد كده بحط الحشو بتاعي اللي هو زبيب وجوز تلهم تمام زي ما اتفقنا اوكي وقلنا برضو ممكن لو فيه مكسرات بنحطها فيه سوداني بنحط فيه اي حاجة بنحط عشان نديها تعالي بس كده ولا هنغطيها؟ لا هنغطيها طبعا تمام سهلا كده قوي الكنافة بالمكسرات ايه بزبيب وجوز هني فقيرة قوي كده ولا ده عسن الضيط لا يعني هي كتغيير بقى ما احنا عملنا بقى بالكنافة قبل المهلبية وعملنا بالعاجات دي كلها فبنغير بقى احنا لازم نرجع للشيف احمد اه حطيت ملح ودلوقتي عندي ثلاث كبايات رز اه مسلوقين نص سوى تمام هنبتدي نحطهم يعني هنعمل طبقات يعني هنخلي دي تحت وهنوطي النار خالص تمام النار هادية هني وهحط الرز بتاعنا فوقية هنه وبسوطة جدا وسعيدة بيكو هو ميزت البرياني هي هن ہوه الرز بيكمل السوى بتاعه وهو نص السوى بيكمل السوى بتاعه بلسوس اللي تحت وهنزين بكسبرة على الوش. احنا معنا جاهز ولا مش معنا? اه. معنا جاهز. يا طلع بقى ممتو. شوف وايدة بتبدين لازم لازم الاكل يكون جاهز. اوكي. وهي ما بتحبش مساعدين برضا يا جماعة بالمناسبة يعني شوف وايدة ما شاء الله عليها ما بتحبش مساعدين خالص يدخلوا المطلق معاك. ده الشكل النهائي. ده بيتقدم معاك. احنا صايمين. شايفين شكل الطبق الرز البرياني. بص يا شوف. ما شاء الله. الكنافة كده هنعمل ايه? كده احنا عملنا القاعدة وحطينا الحش. و هندخلها في القرب. وبنبدأ نغطيها. هم. عشان تبقى شكل الكوب كيك. هم. وتدخل الفرن. وتدخل الفرن. ودي. بتخرج من الفرن تتسيق بالشربات زي ما اتفقنا. هم. لو الكنافة سخنة يبقى الشربات بارد. لو الكنافة بارده يبقى الشربات سخنة. زي ما تعودنا. اه. و ده. و ده الشكل النهائي. و ده الشكل النهائي للروز البرياني بالتوابل الهندية. و ده الشيكن. الشيكن. بوتر الشيكن. بوتر الشيكن. تمام. آآ. آآ. نقطة اخيرة. شاط. بنزينها في الاخر بش معلقة كريم التفق. كريم التفق عشان تهدي شوية السبايسي اللي حضرك قلت عليه. اه. بالزبط. و نص معلقة السوق. هو الاستوديو مقلوب. آآ. الحقيقة انا مبسوطة جدا بيكم. آآ. دكتور احمد آآ. ربيناي وفقك ان شاء الله. وتغير بقى غير الهندي بقى ادخل بقى عفصيني. و والمطبخ اللبناني. ان شاء الله نستغذيفك في حلقات تانية كتير. آآ. شيف ويدا. آآ. مرسي جدا لحضرتك. آآ. النهاردة كان معنا اللي ستار بقى. احمد هو اللي كان الجو شوية مننا. لا. ما عليش بقى بيتها يا شيف اه طبعا طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا بقى النهاردة على الكاب كيك ده اللي انا هروح به طبعا. يا جماعة عادش هياخد الكاب كيك ده غيري. لا والهندي. الهندي. اهه. طحفة 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 بجد المطبخ. مقلوب. آآ. توابل. مرسي جدا دكتور احمد سميح نورتنا. مرسي جدا لحضرتك دكتور آآ. شيف هويدا آدم. آآ. و حلقات مكملين. يعني هو بس هيبشي و احنا مكملين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. آآ. عزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة يا رب تكون نالت اعجاب حضرتكم. الاكل الهندي واللبس الهندي وبنشكر الستايلس الجميلة. آآ. ياسمين سميح والميكاب ارتس الجميلة. روبي عمر. مرسي جدا لحضرتكم. و ان شاء الله نتقابل في حلقة خاضر.